اشتركوا في القناة حيث اعرب فخامته عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعوة جلالته الكريمة له لحضور القمة ورحب حضرة صاحب الجلالة خلال اللقاء باخيه فخامة الرئيس السوري وشكره على تلبيته الدعوة للمشاركة في قمة البحرين واستعرض مسار العلاقة الاخوية الوثيقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة منوها جلالة الملك المعظم بما تشهده علاقات البلدين الشقيقين من تقدم ونمو في مختلف المجالات واعرب الجانبان عن تمنياتهما بنجاح القمة العربية وان تسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والمواقف وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة كافة التحديات وترسيخ دعائم السلم والامن والاستقرار في المنطقة كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاحداث الاقليمية والدولية وتطورات الوضع على الساحة السورية واعرب جلالة الملك المعظم عن تمنياته لسوريا وشعبها الشقيق بدوام الامن والسلام والاستقرار